فإنني أعلن عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار أكثر الأوقات حرجاً للكتل والأحزاب والقوى السياسية العراقية لطرح موعده لإجراء الانتخابات المبكرة الكتل والقوى والشخصيات التي حضرت مراسم تكليف الكاظمي في قصر السلام طالبته بتحديد موعد للانتخابات المبكرة ظناً منها بعدم استطاعته لكن الكاظمي نجح في رمي الكرة في ملعب البرلمان كونه الجهة الوحيدة التي يتعين عليها توفير كل ما يلزم لإجرائها وفي المقدمة ما ينبغي حسمه هو قانون الانتخابات الجديد الذي أقره التحت وقع الضغوط التي فرضتها التظاهرات الإصلاحية ما أن أعلن الكاظمي موعداً للانتخابات حتى بدأ المتضررون بالحديث عن المشاكل التي تتعلق بكيفية إجراء العملية الانتخابية في أجواء آمنة الأمر الذي دفع البعثة الأممية لإعلان دعم انتخابات شفافة ونزيهة في العراق بعيداً عن السلاح والمال السياسي والتدخلات الخارجية ترجحات سياسية بأن يشكل الكاظمي كتلة انتخابية بالتحالف مع المتظاهرين الذين ستكون لهم أكبر قاعدة انتخابية ضد الأحزاب الفاسدة معولاً على حزبه الذي كشف عنه أمام الجميع وهو الشعب ما عندي حزب أنا قد الحزب ماتي والشعب